بسم الله الرحمن الرحيم الأول احنا تكلمنا مع بعض على جزء خاص بمادة أسيات البساتين عرفنا فيها مجموعة من الموضوعات اللي أهلتنا وحبيبتنا أن نكمل في هذا المجال في الصف الثاني احنا معانا مجموعة من المواد منها مادة الزراع الحيوية ومنها مادة خدمة الحاصلات البستانية سواء كانت خدمة حاصلات الخضر أو حاصلات الفكهة أو حاصلات الزينة والفرع الثالث والمهم جدا وإلا حيكون موضوع حديثنا النهاردة ان شاء الله هيبقى للمقرر الخاص بمادة الزراعة المحمية مادة الزراعة المحمية احنا لما جينا تكلمنا في الصف الأول واحنا بندرس مادة أسيات البساتين عرفنا أن كل النباتات اللي موجودة معانا كل نبات موجود له مجموعة من العوامل التي تؤثر على النمو الخاص بي ولو أنا قدرت أوفر لهذا النبات كل العوامل المثلة المناسبة للنمو من درجة حرارة وضوء ورياح ورطوبة نسبية هقدر أوصل أن النبات دوت يوصل في النهاية لأكبر حجم ممكن وبالتالي دينة أفضل إنتاجية ولذلك اتجهت أو توجهنا إلى نظام يسمى نظام الزراعة المحمية ومن اسم الزراعة المحمية معناها أن أنا بقدر أحمي النبات من العوامل الغير ملأمة للنمو وتوفير جميع المعاملات المثلة لنمو النبات بما يؤهلني أو بما يؤهل هذا النبات للوصول إلى أعلى معدل من معدلات النمو ولما يوصل هذا النبات لأعلى معدل من معدلات النمو حيديني أفضل إنتاجية وبالتالي يديني محصول مرتفع وبالتالي يزداد العائد الاقتصادي يبا احنا إن شاء الله كلامنا حيكون مخصوص في مادة تسمى مادة الزراعة المحمية في البداية عايزين نفرق ما بين حاجتين في عندي حاجة اسمها الزراعة المحمية وعندي حاجة اسمها الزراعة العادية زراعة عادية معناها زي أنا بسيب النبات معرض لجميع العوامل البيئية الطبيعية من حرارة وضوء ورياح زي ما احنا بنمر على النباتات واحنا ماشيين سواء كانت نباتات اللي موجودة في الحداق اللي موجودة في الشوارع أو المزارع البستانية اللي منظام الزراعة المكشوفة يعني النبات لا يتم عليه أي وسيلة من وسائل الحماية ونشوف مع بعض صورتين بيبين لنا إيه الفرق ما بين نظام الزراعة المحمية ونظام الزراعة العادية في نظام الزراعة المحمية بيكون النبات موجود داخل بيت محمي أو تحت غطاء بنتحكم من خلاله في العوامل البيئية المختلفة أما في حالة الزراعة العادية بيكون النبات معرض للعوامل البيئية العادية خالص من ممكن درجة الحرارة ترتفع ممكن درجة الحرارة تنخفض ممكن رطوبة تزيد ممكن رطوبة قل أما في حالة نظام الزراعة المحمية أنا أقدر أتحكم في كل العوامل التي تؤثر على نمو النبات من درجة حرارة من رطوبة من رياح من مياه كمية المياه اللازمة لنمو النبات وأيضا أتحكم في التحكم في مدى الإصابة أو التحكم في الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وأيضا التغلب على المشاكل النتجة عن الأمراض يبقى في البداية عايزين نشوف بقى أنا ليه بدرس نظام الزراعة المحمية أو إيه العائد الاقتصادي اللي بيعود علي من دراسة هذا المقرر فحنشوف مع بعض إيه هي الأهداف العامة اللي من خلالها إحنا بنشوف إليه بندرس نظام الزراعة المحمية لما نخلص المقرر بتاعنا إن شاء الله أول حاجة حنتعرف عليها أو حنتفهمها أو حضرتك معنا حتستفيد منها أن أنت حضرتك حتذكر أهمية دور الزراعة المحمية في زيادة الدخل القومي وسد الفجوة الغذائية وكمان حنحدد مجالات استخدام الزراعة المحمية في مجال الحاصلات البستانية الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن احنا بمجرد ما ننتهي من درستنا إن شاء الله حنقدر نحدد أهمية الزراعة المحمية في زيادة الدخل القومي حد يقول لي طب إيه علاقة الزراعة المحمية بالدخل القومي إحنا يمكن في المقدمة وضحنا إن في الزراعة المحمية أنا بوفر للنبات جميع السبل اللازمة لنموه النبات وبالتالي النبات حيديني نموه جيد ولما النبات يديني النموه جيد حيديني عقد اقتصادي جيد وهذا العقد الاقتصادي الجيد بيعود علي كمصدر للدخل الحاجة الثانية بالنسبة للزراعات المحمية بتمكني إن أنا أنتج الحاصلات البستانية المختلفة في مواسم غير مواسمها الطبيعية طب إيه العائد اللي يعود علي من الكلام ده؟ أنا أقدر هنا استفيد بحاجة اسمها الميزة النسبية أو الميزة التسويقية إن أنا أقدر أطلع محصول أو أطلع نبات أنا السوق في حاجة إليه وبالتالي يسوق بسعر مرتفع سواء كان داخلي أو خارجي والتسويق الداخلي بيكون داخل السوق المحلي أما التسويق الخارجي بيكون لأسواق التصديق وبالتالي أنا لو قدرت أن أنا أنتج مواد أو منتجات حاصلات بستانية لها ميزة نسبية فإذا أنا هنا أقدر أساعد في زيادة الدخل القومي الحاجة التانية اللي معانا أو الأهمية التانية أقدر أن أنا أقارن بين إنتاج المحاصيل البستانية بالحقل المكشوف والإنتاج بنظام الزراعة المحمية وكمان أناقش دور الزراعة المحمية في زيادة صادرات الحاصلات البستانية للخارج وزيادة داخل القومي بمعنى إيه الكلام ده؟ هقدر أنا خلال دراستي اللي حنتكلم فيها في الصف التاني وإن شاء الله سيبقى لنا جزء معها في الصف التالت إن شاء الله هقدر أميز ما بين إنتاج الحاصلات البستانية المختلفة سواء كانت حاصلات فكهة وحاصلات خضر وحاصلات زينة وإحنا يمكن وضحنا الفرق ما بين حاصلات الفكهة وحاصلات الخضر وحاصلات الزينة في حلقات الصف الأول والحلقات دي موجودة ومتسجلة على قناة اليوتيوب تقدروا ترجعوا لها تاني لو محتاجين تزدادوا بالمعلومات يبقى هنا أقدر أننا أميز ما بين الحاصلات البستانية المختلفة سواء كانت فكهة أو خضر أو زينة وكمان هقدر أميز ما بين أو أعدد استخدامات هذه الحاصلات البستانية في زيادة الدخل القوم هل كده وبس لا كمان معانا أقدر أمتج من خلال الزراع المحمية إنتاج الشتلات وكمان أذكر أهمية نظام الزراع بدون طربة يعني إحنا إن شاء الله في معانا محور من المحاور المهمة جدا اللي هنتكلم عليها في مقررنا إن شاء الله السنة دي في الصف الثاني هقدر إزاي أن أنا أنتج شتلات الحاصلات البستانية يعني أنا تحت الصوبة أو تحت النفق البلاستيك هقدر أنتج شتلات تبايع بسعر مرتفع يعني هقدر أستخدم الصوبة بتاعتي أو النظام الزراعة بتاعتي كنظام زراعة محمية لإنتاج الشتلات وكمان حنتعلم مع بعض حاجة مهمة جدا ومهارة مهمة جدا إزاي إننا نقدر أزرع نبات بدون طربة حنماهد للجزء ده برضو لما إيجي معا دراسته بعد كده إحنا لو جينا نبص لأي نبات مزروع بصفة عامة باختلاف نوع النبات حلايا النبات بيتكون من مجموع خضري ومجموع جزري المجموع الخضري من النبات ما كانوا فيين المجموع الخضري إحنا بنشوفه بعانينا موجود فوق سطح الطربة أما المجموع الجزري بيكون موجود ومثبت داخل الأرض أو داخل الطربة طيب الجزري اللي موجود داخل الأرض فايدته إيه؟ فايدته تثبيت النبات وفايدته أيضا امتصاص الماء والأملاح أنا أقدر أعمل بديل للطربة الطبيعية اللي أنا أزرع فيها عن طريق نظام جديد اسمه نظام الزراعة بدون طربة هنتكلم عنه بشيء من التبصيل وحنعرف إيه هي نظام الزراعة بدون طربة وإزاي أن أنا أقدر أصممه وإزاي هل أنا عندي إمكانية أن أنا أقدر أنفذ هذا المشروع أو هذه النظام الزراعية داخل المساحات المحدودة داخل المنازل وداخل نظام سواء كان نطاق داخلي أو نطاق شخصي وكمان حنشوفها على النطاق التجاري معنا المقرر بتاعنا إن شاء الله حنيجي فيه أول باب فيه حنتكلم فيه عن أهمية الزراعة المحمية وحنتكلم على اقتصاديات الزراعة المحمية وأيضا حنتكلم على أنواع الحماية للنباتات يبقى حنتكلم على أهمية الزراعة المحمية وإقتصاديات الزراعة المحمية وأنواع الحماية يعني إيه هي أنواع الحماية اللي نقدر أوفرها للنبات اللي عندي يبقى المحور اللي هنتكلم عنه في الباب الاولاني اقتصاديات الزراعة المحمية هل هي من ناحية منظور اقتصادي هل هي لها مردود اقتصادي وهل هي مكلفة اقتصاديا ولا لها عائد اقتصادي عالي هنتكلم على انواع الحماية ازاي انه نقدر احمي النباتات بتاعتي طرق الحماية المختلفة اللي نقدر اقدمها للنبات عشان اوفر لصبر الحماية من العوامل الغير ملأمة وايضا هنتكلم على اقتصاديات الزراعة المحمية طيب لو جينا نبص مع بعض ونشوف ما هي اهمية الدراسة لهذا الباب هنذكر اهمية الزراعة المحمية وحنناقش مع بعض اقتصاديات استخدام الزراعة المحمية وحنقارن ما بين الطرق المختلفة لحماية النباتات وايضا هنتكلم على بعض وسائل الحماية مثل الاقبية والانفاء يبقى في الباب الاولاني ان شاء الله هنتكلم مع بعض على اهمية الزراعة المحمية واقتصادياتها والطرق المختلفة للحماية وبعض وسائل الحماية مثل الاقبية والانفاء نيجي لاول جزء نتكلم على اهمية الزراعة المحمية اول عنصر من هذه العناصر التوسع الرأسي في الزراعة الى اقصى درجة فايدة اللي بتعود علي انا كراجل منتج او راجل فني في مجال الحصارات البستانية عند نظام الزراعة المحمية بتكلم عندي حاجة تسمى التوسع الرأسي في نظام التوسع او التغلب على الزيادة السكانية وتغلب على الفجوة الغذائية انا بيبقى عندي محورين القائمين على مجال الزراعة بيتعاملوا معاهم اول محور عندي التوسع الافخي ان انا اوسع مساحة رقعة الاراضي الزراعية العامل التاني والعنصر التاني ان انا اعمل حاجة اسمها التوسع الرأسي معنى توسع رأسي انا مش هقدر اخط نباتات في بعضها لا توسع رأسي معناها ان انا اقدر ازود كفاءة انتاجية وحدة المساحة يعني لو انا عندي المساحة من الارض بتنتج وليكن كمية معينة اقدر عن طريق نظام الزراعة المحمية بيتمكنني ان انا ازود معدل الانتاج لوحدة المساحة اللي هي وحدة المتر المربع يبقى تحت نظام الزراعة المحمية اول فايدة بتعود علي منها رقم واحد التوسع الرأسي في الزراعة الى اقصى درجة العنصر التاني انتاج بعض انواع الخضر في غير مواعدها التقليدية طيب الكلام ده حد يكون مركز معايا ونرجع شوية للجزء اللي انا تكلمناه وراء انا بتكلم عليه قلت انا اقدر تحت نظام الزراعة المحمية توفير العوامل البيئية المناسبة للنمو والنبات معنى الكلام ده ايه؟ معنى ان انا اقدر انتج هذا النبات في اي وقت من السنة طالما ان انا اقدر تتحكم في العوامل او اقدر اوفر له العوامل البيئية المناسبة للنمو وبتاعه يبقى العنصر التاني اللي بيقود علي من استخدام الزراعة المحمية انا اقدر انتج حاصلات البستانية او الحاصلات المختلفة في اي وقت من السنة عند الحاجة اليها دون التقيد بعوامل المناخ الطبيعي يعنى هافترض ان انا عندي نبات انا محتاج النبات دوت استهلكه في فصل الشتاء والنبات ده من النباتات المحبة لدرجة الحرارة العالي لو انا زرعته في الزراعة نظام الزراعة العادية النبات مش هيقدر يكمل معي دورة الحياة ومش هيقدر يديني المحصول الاقتصادي بتاعه اما تحت نظام الزراعة المحمية اقدر اوفر العوامل البيئية بتاعته واقدر اوفر له درجة الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء وبالتالي اقدر انتج المحاصيل الخضر في غير موعدها يبقى احنا اول حاجة من الاهمية الزراع المحمية قلنا التوسع الرأسي وقلنا رقم اتنين انتاج بعض انواع الخضر في غير موعدها العنصر التالت استمرارية انتاج بعض محاصيل الخضر طوال العام جزء مهم جدا وحنضرب مثال لحضراتكو عليه حنقول احد حاصلات الخضر المهمة جدا والمستخدمة في منازلنا طول العام حد يفكر معايا كده في عندي احد حاصلات الخضر موجودة معانا في بيوتنا ودايما بنستخدمها طول السنة والنبات ده من اعتبر انا لما نيجي نصنفه في صبعته هو يعتبر من ضمن النباتات المحبة لدرجة الحرارة العالية يعني الاموس بالامتاج الطبيعي بتاعه بيحتاج الى جو دافي يعني درجات الحرارة العالية غير ملأمة ودرجات الحرارة المنخفضة له في فصل الشتاء غير ملأمة النابات ده هو ايه نباتي الطماطم هل في بيت من البيوت او حد مننا نزل احد انواع الاسواق بمختلف مسمياتها سواء كانت اسواق جملة او اسواق سوبر ماركت او المحلات التجزئة واحنا في بيوتنا الطبيعية في الوضع الطبيعي حلايا عندي محصول الطماطم موجود طول السنة اي نعم بيبقى عندي فيه مشكلة في السعر وتزبزف في السعر وده يمكن لما نيجي نتكلم على انتاج محصول الطماطم احنا نعرف ايه السبب في ارتفاع الاسعار في بعض الفترات وانخفضها في بعض الفترات الاخرى بس ولكن هذا النبات انا محتاج انتجه طول العام وعندي فيه فترات بيبقى المناخ الطبيعي بيبقى غير ملائم يبقى هنا النظام الزراعة المحمية مكنني ان نقدر انتج النبات على مدار العام يبقى احنا كده اعرفنا ثلاث حاجات من الاهمية جدوى او اهمية الزراعة المحمية اول حاجة التوسع الرأسي نمرة اتنين اقدر اتحكم انتاج النباتات في غير مواسمها نمرة تلاتة استمارية انتاج بعض محاصيل الخدر طوال العام هل هو ده بس الاهمية الخاصة بنظام الزراعة المحمية لا معانا مجموعة تانية من الفوائد بتعود علي من نظام الزراعة المحمية عندي امكانية استخدام التقنيات والانماط الحديثة في زراعة الخدر المحمية هنا تقنيات زراعية حديثة يعني انا اقدر استخدم نظم ري غير تقليدية زي نظام الرأي بالرش ونظام الرأي الضبابي ونظام الرأي بالطنقية داخل الصوب وده حيمكني ايضا من توفير كمية المية اللي هي حديث الساعي انا اقدر استخدم كمية مية قليلة وهطلع نفس العائد الاقتصادي وهطلع نفس المحصول ويمكن هيزيد عندي الكفاية الانتاجية بتاعتي هنشوف كمان عندي استخدام الاصناف الهاجين عالية المحصول والجودة يعني تحت نظام الزراعة المحمية انا اقدر استخدم نوعية من النباتات بتتميز بمزتين نسبيتين الميزة الاولى ان هذا الصنف بيكون عالي الانتاج والحاجة التانية يكون عندي هذا المنتج زوجودة عالية يبقى تحت النظام الزراعة المحمية انا اقدر استخدم مجموعة من الاصناف لها مزتين نسبيتين مهمين جدا اول واحدة عندي ان المحصول بتاعي بيكون مرتفع يبقى الاصناف المستخدمة تحت نظام الزراعة المحمية بيكون الانتاجية بتاعتها مرتفعة مش كده وبس لا ده جودة المحصول ايضا بتكون جودة عالية طب هنا ممكن نفكر مع بعض ليه السبب ان جودة انتاج الحاصلات اللي موجودة نحت نظام الزراعة المحمية ليه بتكون الجودة بتاعتها عالية مساحات انتاج الزراعة المحمية انا اقدر اتحكم في الظروف البيئية المناسبة للنمو النباتات وايضا تكون هذه النباتات تنسميها under control يعني الوسط البيئي اللي بيانه فيه النبات بقى تحكم في كل العناصر وكل بيئاتي الموجودة وبالتالي انا اقدر اتحكم في مكافحة الامراض وتحكم في مكافحة الافات فانا حضما عندي نبات سليم من الناحية البيئيولوجية يعني غير مصاب بالامراض وغير مصاب بالافات وبالتالي المحصول بتاعي بكون زوقين اقتصادية عالية وجودة عالية الحاجة اللي بعد كده المهمة جدا زيادة العائد من وحدة المياه وسهولة معالجة التربة خصوصا في الاراضي الصحراوية يعني ايه زيادة العائد من وحدة المياه انا هنا لو قلت ان انا هستخدم متر مكعب من المياه في الزراع العادية فحلاق ان المتر مكعب ده وليكن حيروي مساحة معينة حلاق ان هذا المتر المكعب تحت نظام الزراع المحمية بيروي مساحة اكبر ويروي كمية اكبر من النباتات وبالتالي انا بستخدم كمية مياه قليلة لراي كمية كبيرة من النباتات وبالتالي بيديني وفرة او توفير مية او انا بزود كده استخدام او بوفر العائد الاقتصادي عندي من استخدام المية وكمان الارض بتاعتي لان المساحة اللي عندي مساحة محدودة فلو حصل في الارض بتاعتي اي مشكلة انا اقدر اعالج هذه المشكلة بمنتهى البساطة يبقى احنا كمان اتكلمنا على بعض الاهميات الخاصة بانتاج الزراعة المحمية طيب هل هو ده بس الاجزاء المهمة او اهمية الزراعة المحمية لا معانا مجموعة تانية امكانية استغلال المكسف لرأس المال في مساحة محددة من الارض لو جينا نبص هنا امكانية الاستغلال المكسف لرأس المال في مساحة محددة من الارض هنا معلومة مهمة جدا انا هعرفها من خلال الزراعة المحمية أقول استغلال مكسف معناها أن هنا هقدر أعرف أن نظام الزراعة المحمية بيتطلب مني رأس مال مرتفع يعني أي حد شغال في مجال إنتاج الحاصلات البستانية تحت نظام الزراعة المحمية حلاء أن النظام الزراعة المحمية عندي يجب توفر كمية كبيرة من الأموال المعدة لتجهيز بيئات الزراعة تجهيز الأصناف لأن الهجن اللي بيتم زراعتها داخل البيئات المحمية أو البيوت المحمية لها أسعار مرتفعة أيضاً بيبقى عندي تجهيز للوسط اللي أنا بيتم من خلاله عملية الحماية سواء كانت الأنفاق أو الأقبية أو الصوبات باختلاف أنواعها طب لما أقول استخدام مكسف أنا هنا هستخدم فلوس بكمية كبيرة ولكن أيضاً العائد الاقتصادي اللي بيهود علي من هذا النظام من الزراعة المحمية بيكون عائد اقتصادي مرتفع أكتر بمراحل من نظام الزراعة العادية وده هنتكلم عليها بعد شوي الحاجة الثانية زيادة الأيد العاملة المؤهلة للعمل تحت ظروف الزراعة المحمية يعني أيضاً بلاقي عندي لاجب توفير عمالة مدربة يعني حضرتك معاناً إن شاء الله بنهاية هذا الكورس بالصف الثاني والصف الثالث بنتعلم مع بعض مجموعة من المهارات الفنية إزاي إننا نقدر أزرع نبات داخل الصوبة إزاي إننا أزرع شاتلة داخل الصوبة إزاي إننا نقدر أعمل تربية للنبات داخل الصوبة وإزاي إننا نقدر أراعي النبات من أول زراعة البزرة بتاعتي حتى الوصول على المحصول مرة في نهاية الموسم بتاعي يبقى أنا هنا بيحتاج إلى النوع من العمالة اسمها العمالة المدربة العنصر اللي بعد كده اللي بيعود علي من أهمية الزراعة المحمية زيادة المنتج الزراعي القابل للتصدير ليه بقول زيادة منتج قابل للتصدير أسواق التصدير دايماً السوق القريبة مننا واللي إحنا بنصدر لها منتجاتنا بالصورة كبيرة هي السوق الأوروبية والسوق الأوروبية هي لها مجموعة من الاشتراطات في النباتات أو الحاصلات اللي بيتم استرادها من الخارج هذه الاشتراطات أنا بقدر أحققها لو أنا زارع النباتات تحت نظام الزراعة المحمية لأنني أقدر أتحكم في مقاومة الأمراض أقدر أتحكم في مكافحة الأفات سواء كان مكافحة بيولوجية أو مكافحة كيميائية وبالتالي أنا بحصل على النباتات التي لها جودة معينة تصلح للتصدير للخارج معنا كمان من أهمية الزراعة المحمية عندي حاجة كمان اسمها إنتاج الشتلات مبكراً والتبكير في الإنتاج يبقى تحت نظام الزراعة المحمية أنا أقدر أنتج شتلات وهذه الشتلات عند زراعتها تديني محصول مبكر وبالتالي لو أنتج محصول مبكر حالية عندي المحصول المبكر دوت بيصل في ندرة نسبية وبالتالي أقدر أسوق هذا المحصول بسعر مرتفع وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي معايا كمان المحافظة على مياه الري باستخدام تقنيات الري الحديثة كأنظمة الري بالرش وأنظمة الري بالطنقيد معنا أيضاً إمكانية استخدام نظم التعقيم يعني أنا أقدر تحت نظام الزراعة المحمية بين عروات الزراعة المختلفة أقدر أعمل تعقيم لأرض الصوبة قبل عملية الزراعة تب حد يقول لي إيه الفايدة اللي هتعود علي من تعقيم أرض الصوبة قبل مزرعة إحنا عندنا حاجة في البيئة أو الوسط الزراعي تسمى المسببات المرضية والآفات الحشرية بعض الآفات الحشرية بيكون لها أطوار بيتم إتمام هذه الأطوار داخل الطربة وأيضاً بعض المسببات المرضية بتكون موجودة داخل الطربة طيب هنا لو أنا أقدرت أن أعمل تعقيم لأرض الصوبة قبل عملية الزراعة هتمكني من القضاء على المسببات المرضية اللي موجودة في أرض الصوبة هتمكني من القضاء على الآفات أو الأطوار الحشرية الموجودة في الصوبة هاتيسألني وقول لي طب إيه الفايدة اللي هتعود علي في حاجة مهمة جداً أنه لو عندي حصل إصابة مرضية للنبات هتطر أن أستخدم مبيد كيميائي لمعالجة هذا النبات لو عندي إصابة حشرية حطر أن أستخدم مبيد كيميائي أو مبيد بيولوجي لمكافحة هذا الأمراض أو هذه الأفات وبالتالي جودة بتاعة المحصول اللي عندي هتكون أو هتقل يبقى أنا لو أنا عملت عملية التعقيم هتوفر علي استخدام المبيدات هتوفر علي استخدام الكيمويات المختلفة المستخدمة في مكافحة الأمراض والأفات وبالتالي زيادة جودة المحصول القابل للتصدير معانا أيضا من أهمية الزراعة المحمية يتم تربية النباتات لعدم ولمسة الثمار للتربة مما يساعد على زيادة الجودة هنا حتة مهمة جدا وحتبقى محور مهم ومهارة هنتعلمها مع بعض خلال شغلنا النباتات التي يتم زراعتها بنظام الزراعة المحمية وخصوصا النباتات الخضر تجرى لها عمليات ربط وتربية وتقليم للوصول إلى حجم معين داخل الصوب عمليات الربط والتربية والتقليم أنه عند النبات بمنطقة البساطة لحد ما نوصل لمراحل الانتاج المختلفة ونشوف الكلام ده بتم زي في مادة انتاج الزراعة المحمية في الصف الثالث هلاقي أن أنا بجيب النبات أزرعه وأربي هذا النبات على خيوط إلى ارتفاع بيصل إلى حوالي مترين أو أكتر من كده هنا النبات اللي هيشد إلى دعامة المحصول بتاعي هيبقى بعيد عن سطح الأرض وبالتالي الثمرة بتاعتي هتكون ثمار جيدة وخالية من الإصابة بالمسببات المرضية وبالتالي أيضا بتتميز بميزة نسبية أنها ثمار عالية الجودة وهنا احنا نكون عددنا مع بعض مجموعة كبيرة من الأهمية اللي بتعود علي من نظام الزراعة المحمية يبقى احنا هنا تكلمنا في أول جزء أو أول محور معانا في حلقتنا النهاردة ايه هي أهمية الزراعة المحمية يمكن لما جينا نعددنا الفوائد دي حلاقي أن ده نظام جديد ونظام بيعود علي بعائد اقتصادي كبير جدا أنا عندي نباتات بوفر في المية نباتات بتكون الجودة بتاعتها عالية بقدر أطلع النباتات في مواسم غير مواسمها بقدر أنتج النباتات طول العام بقدر أنتج أو أستخدم هذه النباتات لزيادة التصدير بأنتج ثمار ذات جودة عالية بتمكنني من إنتاج الشتلات بعمل إنتاج مكسف أو زيادة مكسفة لاستخدام رأس المال وبكده ينكون استعرضنا مع بعض أول محور من المحاور وهو خاص بأهمية الزراعة المحمية الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه مع بعض ما هي الجدوة الاقتصادية لنظام الزراعة المحمية نشوف مع بعض أول حاجة معنا بنقول تحتاج مشاريع الزراعة المحمية لرأس مال كبير لإنتاج الصوب الكبيرة اللازمة للإنتاج لو جينا نبص مع بعض في نظام الزراعة المحمية أو أي مشروع اقتصادي أنا هعمله أول حاجة هدور عليها رأس المال المعد لإنتاج هذا المشروع أنا بتكلم على مشروع اقتصادي هذا المشروع سواء كان مشروع استثماري زراعي أو صناعي فأنا هنا بدور على رأس المال أنا لو عندي رأس مال مرتفع يعني أنا موجود معايا رأس مال كبير أقدر استثمره في مجال الإنتاج الزراعي في نظام الزراعة المحمية يبقى هنا أنا بدور على رأس المال المتاح بالنسبالي إذا كان رأس مال كبير فنقدر استخدم هذا المال في استثمار في مجال إنتاج الحاصلات البستانية تحت نظام الزراعة المحمية الحاجة الثانية بلاقي عندي لو أنا رأس المال اللي عندي إلى حد ما بيكون ممكن في بعض الأحيان يكون غير كافي لإنتاج الحاصلات البستانية بنظام الزراعة المحمية تحت نظام الصوبات فنقدر أيضا أعمل إنتاج للزراعة المحمية ولكن تحت نظام أقل في التكلفة أيضا اللي هو نظام الزراعة تحت الأقبية وتحت الأنفاء البلاستيكي يبقى وأنا شغال في مجال استثمار الزراعي وعايز أشتغل في نظام الزراعة المحمية أنا هشوف رأس المال المتاح بالنسبة إذا كان رأس المال وفير بكمية كبيرة أنا قدر أستخدمه في نظام الزراعة المحمية داخل الصوبات أولا هتكلف تكلفة عالية ومعايا العائد الاقتصادي هيكون عالي جدا لو رأس المال متاح بكمية أقل شوية أقدر أستخدم برضو نظام الزراعة المحمية ولكن بنظام الزراعة تحت الأقبية أو تحت الأنفاء أيضا من ضمن الجدوة الاقتصادية للزراعة المحمية نشوف مع بعض حلاقي أن الزراعة المحمية في معظم مشاريع الموجودة التوسع فيها بيكون متركز على الأفراد والشركات الخاصة ويقتصر دور الدولة على عمليات الإرشاد الفني وتشجيع الاستثمار وإصدار التشريعات المناسبة وفتح أفاق للتصدير وأيضا توفير السوق المحل يعني نظام الزراعة المحمية بلاقي أن معظم المشاريع التنموية في مجال الزراعة المحمية هي مشاريع مملوكة لأفراد سواء كانت مؤسسات زراعية شركات أو أفراد بصفاتهم والدولة هنا دورها توفير الأسواق الخارجية عن طريق العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المصرية ودول الخارج وأيضا توفير الدعم الفني للشركات وأيضا العمل على إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة التي تصلح لنظام الزراعة المحمية أيضا عندي محور مهم جدا من المحاور بلاقي أن صاف العائد إلى التكاليف الكلية في هذه الزراعات اللي هي نظام الزراعة المحمية بيصل إلى حوالي 29% صاف العائد إلى التكلفة لو جينا نبص للرقم صاف العائد إلى التكلفة يعني نسبة الربح اللي عندي بتصل في مجال الزراعة المحمية إلى حوالي 29% طيب أنا لو عندي رأس مال أستخدم رأس المال اللي عندي فيه الاستثمار داخل الجنوك ولا لو أنا عندي فرصة أن أستثمره في مجال الانتاج الزراعي داخل نظام الزراعة المحمية إحنا بنعرض لحضراتكم والموضوع هنا نبص في نظام الزراعة المحمية أنا بنوضح أن عائد الاقتصادي عندي بيصل نسبة الربح عندي إلى حوالي 29% حنقارن طبعا ما بين هذه النسبة وما بين عائد الاستثمار لو أنا استثمرت رأس المال المتوفر معي في مجال الاستثمار البنكي أو مجال الاستثمار الصناعي حلاقي عندي فعلا في مجال الزراعة المحمية عندي رأس المال اللي موجود عندي بيكون العائد الاقتصادي بتاعي أو رأس المال أو صاف العائد إلى التكلفة بيكون حوالي 29% لما نجي نبص للزراعة تحت الصوب وفي الحقل المكشوف حلاقي عندي فيه مقارنة بسيطة هنعملها لبعض الحاصلات ونشوف هل أنا أزرع تحت الصوبة ولا أزرع بنظام الزراعة في الحقل المكشوف لو جينا نبص لمحصول زي محصول الخيار وده أحد المحصيل اللي بتتميز عندي أو لها ميزة نسبية في نظام الزراعة المحمية بلاقي أن التكلفة عندي في نظام الزراعة المحمية بيتصل إلى 6 أضعاف التكلفة في نظام الزراعة العادية حد هنا يكون أنا لو جيت أبص للزراعة العادية وزراعة المحمية لو انا بزرع محصول الخيار حلاقي ان التكلفة معدل التكلفة بيزيد عندي الى 6 اضعاف لو انا بسيط لعندي هذه المرحلة ده اولا نزرع الزراعة العادية ومش هزرع الزراعة المحمية نجي بس نبص للعائد الاقتصادي حلاقي ان العائد الاقتصادي عندي بيصل العائد الاقتصادي الى 8 اضعاف نزيره في الزراعة العادية يعني هنا انا بستخدم تكلفة بتزيد عندي الى 6 اضعاف ولكن العائد الاقتصادي عندي بيصل إلى ثمان أضعاف وبالتالي المعادلة هتكون لصالح إنتاج الحاصلات البستانية نجي نشوف مع بعض محصول تاني من المحاصيل الحاصلات البستانية اللي لها ميزة برضو وليها نظام أو بتخضع لنظام الزراعة المحمية هو محصول الطماطم هنلاقي أن متوسط التكاليف الانتاجية الكلية للطن الواحد من محصول الطماطم تحت نظام الصوب بيصل إلى أربع أضعاف تكلفته بالحقل المكشوف يعني لو عندي طن هنتج طن من الطماطم في الحقل العادي وطن من الطماطم تحت نظام الحقل المكشوف هلاقي أن الطن اللي بيتم إنتاجه داخل نظام الحقل المكشوف بيتكلف أربع أضعاف التكلفة في الحقل العادي طب هنا مستر حد يقول لي يا مستر طب أنا هنا إيه اللي خليني طب أنا هنا هطلع طن طماطم وهنا هطلع طن طماطم إيه اللي خليني أصرف عليه أربع أضعاف هقول لك خليك معايا وبص للعائد الاقتصادي لهذا الطن هلاقي ان وحدة المساحة بتنتج عندك كمية كبيرة جدا فبلاقي ان العائد الاقتصادي بيدين عائد بيماثل سبعة اضعاف العائد الموجود في نظام الزراع العادية يبقى لو برضو هنبص هنا في محصول الطماطم حلاقي المعادلة ايضا هتكون في صالح انتاج الحاصلات اللي موجودة بنظام الزراع المحمية يبقى قلنا ان الخيار نسبة التكلفة بتكون في الزراع العادية والزراع المحمية نفكر مع بعض تاني قلنا كم قلنا التكلفة بتاعتي بتكون في الزراع العادية بتكون في الزراع المحمية ستة اضعاف نظام الزراع العادية العائد الاقتصادي بيكون ثمان اضعاف في محصول الطماطم التكلفة بتاعتي لوحدة الطن بتكون اربع اضعاف في الزراع المحمية عن الزراع العادية ولكن العائد الاقتصادي عندي بيكون سبع أضعاف العائد الاقتصادي عن نظام الزراعة المحمية وبكده لو جينا نبص هل أنا راجل لو أنا عندي رأس مال متوفر وعندي منساحة من الأرض أستغل هذه الأرض لنظام الزراعة العادية ولا نظام الزراعة المحمية فعلا بالتأكيد حيوجه النظام الزراعة بتاعتي إلى نظام الزراعة المحمية طيب لو جينا نبص مع بعض ليه الربح عندي وازاي انه نقدر ازود الارباح اللي عندي من نظام الزراعة المحمية احنا لما جينا اتكلمنا على المقارنة بين التكلفة لانتاج الطن في الخيار والطماطم لان التكلفة بتكون عندي تكلفة عالية ازاي بقى انه نقدر ازود الارباح بتاعتي عشان نقدر ازود الربح انا هنا حلاقي عندي مجموعة من الاصناف هذه الاصناف اذا تم زراعتها داخل السواب حتديني محصول مرتفع وبالتالي حتديني كمية اعلى من الانتاج وبالتالي حتديني انتاجية اقتصادية عالية يبقى اول حاجة عشان اقدر اتغلب على ارتفاع تكلفة الانتاج بقى انتج عندي وبيتم زراعة اصناف لها ميزة ان اصناف بيكون المحصول بتاعها مرتفعة هل هذه الاصناف تصلح لنظام الزراعة العادية لا هذه الاصناف لتصلح لنظام الزراعة العادية يبقى اول حاجة عشان اتغلب او ازود الارباح بتاعتي في نظام الزراعة المحمية حال جاء لاستخدام الاصناف او الهجن الحديثة الحاجة التانية هستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في الانتاج زي نظم الرأي بالرش والرأي بالطنقيت هذه النظم من الرأي بالرش والرأي بالطنقيت انا بيها بقدن نبات احتياجاته من المياه وبالتالي بقدن نبات كمية المياه اللي بيحتاجها فبخفض نسبة الرطوبة ولما بخفض نسبة الرطوبة عندي بقلل نسبة الاصابات المرضية الى اقل درجة ممكنة يبقى هنا عشان ازود الارباح عندي في مخاصيل الزراعة المحمية او تحت نظام الزراعة المحمية هعمل ايه؟ حاليا عندي عنصرين ولمين جدا هستخدم الاصناف العالية وحستخدم التقنيات الحديثة في الانتاج طيب لما نيجي نبص مع بعض نشوف ما هي الجدوة الاقتصادية او ازاي نزود الجدوة الاقتصادية من الزراعة المحمية هلاقي عندي فيه نقطة مهمة جدا اول نقطة يعتبر انتاج الخضر احد الضروريات في العملية الغذائية لكل الشعوب بدون استثناء يعني ايه؟ لو جينا نبص لانتاج الخضر حاليا الخضر بمختلف انواعها سواء كانت ورقية جزرية سامرية ضرنية بلاقي ان معدل الاستهلاك بتاعها لو جينا نقارن بينها ومبين المحاصيل التقليدية هلاقي معدل استهلاك الفرد من حاصلات الخضر بيكون عالي جدا طب انا عندي هنا مساحة الارض بتاعتي مساحة محدود هل اوجه هذه الارض لزراعة مخاصيل زي الامح وزي الارز وزي القطن كمخاصيل استراتيجية ولا اوجهها لنظام الزراعة لانتاج حاصلات الخضر يبقى انا هنا عندي حاصلات استراتيجية زي الامح وعندي حاصلات بتم استخدامها طول العام وبيتم استهلاكها بالنسبة للمستهلك لما نيجي نبص هنا بيبقى المعادلة هنا صعبة انا عايز اوفر الارض للمحاصيل الاقتصادية الاستراتيجية اللي بلازم توفيرها بشكل مستمر ولا نباتات انا بحتاج استخدمها بشكل عالي حلقة عندي نظام الزراعة المحمية بيمكنني ان انا اقدر انتج محاصيل الخضر في مساحة اقل بكمية مرتفعة فبقى اوجه عندي او اتوجه عندي بالنظام الزراعة المحمية الحاجة التانية في الجدول الاقتصادية لما نشوف حلقة احلال زراعة الخضر المحمية في الصحاري محالة اللي مكشوفة في الوادي والدلت الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اجي انتج محاصيل الخضر بدل ما انتج هذه المحاصيل في اراضي الوادي والدلتة المعدة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية زي الأمح وزي الأطن وزي محاصيل الأرز وزي قصب السكر لا نقدر أوجه الأراضي الاستصلاح الحديثة لأن نقدر هنا تحكم في المعاملات المختلفة داخل البيئات المحمية أو داخل البيوت المحمية يبقى هنا هوفر مساحة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مقابل أن أعمل أراضي الاستصلاح لإنتاج حاصلات البستانية يبقى هنا برضو من ضمن الجدوى الاقتصادية انه نقدر انتج الحاصلات الخضر في اراضي الاستصلاح ومناطج الاستصلاح الحديثة عندي ايضا من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها لو جينا نبص لأحد المحاصيل الخضر اللي عندي ده محصول الخيار حلاقي هنا محصول الخيار ايضا من ضمن محاصيل الخضر اللي بيكون فيه رغبة فيه استهلاكها فيه على فترات مختلفة طوال العام حلاقي ان محصول الخيار من ضمن محاصيل الخضر اللي بتحتاج الى موسم ودرجات حرارة الى حد ما مرتفعة طب انا محتاج ان انا انتج هذا المحصول داخل البيوت المحمية في فصل الشتاء هل فيه امكانية ان انا انتج هذا الخيار في فصل الشتاء اه بيتم انتاج الخيار من البيوت المحمية في فصل الشتاء يبقى اذا لو نبص مع بعض حلاقي ان الخيار بنظر لعدم منافسة الزراع المكشوفة في خلال فترة انتاجه داخل المحميات يعني هو بينتج داخل المحميات في فترة ما ينفعش ان انا انتج فيها محاصيل اخرى داخل البيوت المحمية عندي ايضا من المحاصيل هذا المحصول المتميز هو محصول الفلفل لو جينا نلاقي ان الفلفل حلاقي ان الفترة من شهر ديسمبر حتى شهر يونيو فترة نضرة والتي يغطيها انتاج الزراع المحمية من الفلفل بدون منافسة يعني عندي هنا فترة من شهر ديسمبر حتى شهر يونيو بيكون عندي في مشكلة في الانتاج اقدر اغطي هذا الانتاج من خلال زراعة الفلفل داخل البيوت المحمية عندي ايضا من ضمن محاصيل الخضر المهمة جدا اللي بتستخدم داخل الزراع المحمية هذا المحصول المتميز هو محصول الطماطم هلاقي ان الطماطم عندي فترات تسمى فترات نقص انتاج المحصول فترة نقص انتاج المحصول بيلاقي عندي فيه زروة نقص الانتاج بتكون فيه خلال شهري سبتمبر واكتوبر ويستمر حتى منتصف نوفمبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة اثناء عقد السمار وعندي ايضا في شهر مارس وتستمر حتى شهر مايو بسبب انخفاض درجات الحرارة يبقى عندي هنا فيه فترتين مهمين جدا فيه مرحل انتاج الطماطم فيه مرحلة ارتفاع درجات الحرارة يمكن احنا لما جينا تكلمنا عن ان النبات الطماطم بيتم استهلاكه طول السنة بلاقي عندي النبات هو ايضا من نباتات الصيفية ولكن بيحتاج الى موس النمو دافي بس ما يتحملش درجات الحرارة المرتفعة ولا بيتحمل درجات الحرارة المنخفضة ويمكن لما نيجي في المقرر اللي معنا ان شاء الله مقرر خدمة حاصلات الخضر لما نيجي نتكلم على محصول الطماطم على ان محصول الطماطم عندي بيتم زراعته في مصر في 8 عروات لكي يتم تغطية الانتاج طول العام ويمكن احنا لما جينا نتكلم على الندرة النسبية والعقد الاقتصادي قلت ان في محصول الطماطم في بعض الفترات بيكون فيه ارتفاع نسبي في الاسعار بتكون هذا الارتفاع يئمة الى انخفاض الشريط في درجات الحرارة فبيكون كمية المعروض من الانتاج بتكون قليلة لانها تقتصر على الانتاج المحصول الطماطم من الزراعة المحمية فقط بدون مساحات اخرى مساعدة وايضا في فترات ارتفاع درجات الحرارة انا ما بيستخدمش او ما بيكونش عندي مصدر لانتاج النبات غير المنتج من خلال الزراعة المحمية طيب حنقول حتة استباقية شوية كده وعشان نربط المواد بتاعتنا ببعضها لو جينا نبص ايه السبب في لو ارتفعت درجة الحرارة بيقل عندي الكمية المحصول من الطماطم ودي حاجة بس عشان ننشط زهننا ونربط المواد بتاعتنا ببعضها احنا عندنا مقرر زراعة المحمية وعندنا مقرر خدمة حاصلات هندرس فيه محصول الطماطم بشيء من التفصيل وعندنا ايضا في مقرر الصف التالت خدمة حاصلات الخضر هندرس فيها الطماطم تحت نظام الزراعة المحمية وحنشوف ازاي بننتج النظام الطماطم تحت الزراعة المحمية هلاقي عند ارتفاع درجات الحرارة في ظاهرة بتحصل في الطماطم بيحصل في استطالة لمياسم الازهار مما يعيق عملية عقد الأزهار وتحول الزهرة إلى ثمرة يعني عند النبات بتاعي هيزهر وبعد الزهرة ما تطلع الميسم بتاع الزهرة بيستطيل ولما الميسم يستطيل بيحصل عندي فيه مشكلة في عملية العقد فالزهرة بتاعتي ما تعقدش وتسقط من على النبات يعني لا تكون ثمرة الحاجة التانية عند التفاع درجات الحرارة بتصاب نباتات الطماطم بلفحة الشمس وعندي أجدا مجموعة من المشاكل المرضية بتحصل عند ارتفاع درجات الحرارة يبقى هنا عندي محصول الطماطم فيه فترتين زي ما احنا شفنا ونشوف تاني مع بعض محصول الطماطم بينقص الانتاج خلال فترة شهر سبتمبر واكتوبر وتستمر حتى شهر نوفمبر يبقى شهر تسعة وعشرة وشهر احداشر بيبقى عندي فيه مشكلة في الانتاج الفترة التانية بيكون في شهر مارس وتستمر حتى شهر مايو يعني مارس وابريل ومايو وهذا الانخفاض بيكون بسبب انخفاض درجات الحرارة عندي أيضا من ضمن محصيل الخضر الهامة هو محصول الفصولية حاليا ان محصول الفصولية بيزداد الطلب عليه للتصدير في الفترة من منتصف يناير حتى شهر مارس ويغطي هذا الانتاج من خلال الزراعة المحمية عندي أيضا من ضمن مميزات الزراعة المحمية اللي احنا قلناها اننا اقدر استخدم نظم الزراعة المحمية في انتاج الشتلات وتعتبر نظام الزراعة المحمية افضل النظم لانتاج الشتلات ويكون الشتلات اللي عندي بتنتج مبكرا يعني اقدر الفترة الزمنية اللي بتاخدها الشتلة من زراعة البزرع حتى انتاج او الحصول على شتلة قابلة لاعارة الزراعة في الارض المستديمة لو انا زرعتها داخل البيوت المحمية حلا ان الفترة الزمنية بيتم انتاجها داخل فترة قليلة وبالتالي بوفر مساحة الارض وبوفر مساحة زمنية اقدر انتج فيها اكتر من عروة من عروات الشتلات وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي يبقى احنا هنا اه وضحنا ان نظام الزراعة المحمية له اهمية كبيرة جدا والعاية الاقتصاد بتاعها عالي وعندي بعض الحاصلات زي الخيار وزي الطماطم وزي الفاصولية وزي الفلفل وزي انتاج الشتلات من الاهم الحاصلات البستانية اللي بيتم انتاجها داخل الزراعات المحمية وبالتالي وبالتالي بتكون عندي لها مرضود اقتصادي عالي الجزئية التانية معانا عندي حاجة تسمى التسويق الداخلي التسويق الداخلي ده عنصر مهم او عملية احنا هنتكلم عليها بشيء من التفصيل يعني ازاي قلية تسويق الحاصلات البستانية المختلفة النتجة من نظم الزراعة المحمية احنا هنا مع بعض في خلال حلقتنا النهاردة اتكلمنا مع بعض على مقدمة عن نظام الزراعة المحمية وعرفنا مع بعض المقارنة ما بين نظام الزراعة المحمية ونظام الزراعة العادية وعرفنا اهمية هذا المقرر العائد اللي حيعود علي ايه من دراسته خلال الصف التاني وتكلمنا عن الاهمية الاقتصادية الليه الزراعة المحمية بتتميز اهميتها ايه وفيدتها ايه وجدوتها ايه بالنسبة لي وتكلمنا عن الجدول الاقتصادية ووضحنا ان بعض النباتات الحاصلات البستانية بتتميز بندرة نسبية في بعض المناطق أو بعض الفترات الزمنية أقدر أتغلب عليها من خلال نظام الزراعة المحمية إن شاء الله في الحلقات المقبلة هنكمل كلامنا وحيبدأ كلامنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله على كيفية التسويق لحصلات البستانية النتجة من الزراعة المحمية وحنتكلم أيضا عن طرق الحماية وبعد كده هنتكلم على وسائل الحماية المختلفة ونتكلم على كيفية تنفيذ طرق الحماية في الحصلات البستانية وصلنا لنهاية حلقتنا وإن شاء الله نعيدكم باللقاء فيها حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته